واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كثيرا ما غفل الناس عن هذه الآية الكريمة الشيخ صالح لعل لفضيلتكم من كلمة للخطباء وللوعاب وللناصحين للتذكير بمعنى هذه الآية حتى لا يحول الله سبحانه وتعالى بين أمة محمد وبين قلوبهم نعم على الخطباء وعلى الوعاب وعلى المدرسين على الجميع أن يذكروا الناس وأن يخوفوهم بالله عز وجل وأن يحذروهم من المعاصي وأن يعظوا ويذكروا قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول وأصحابه بالموعظة بين الحين والآخر وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول سبحانه وتعالى فذكر في النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قال سبحانه وتعالى لنبيه وكليمه موسى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور هذا هو واجب الوعاب والخطبة والمدرسين وكل من عنده مقدرة وكل من عنده علم وبصيرة فإنه يركز على الموعظ في خطب الجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس في خطب الجمع فذكر العلماء أن من أركان الخطبة التي لا تصح إلا بها منها الموعظة أن يعظ الناس ويلين قلوبهم ويذكرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا هو المطلوب نعم